بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى ثنوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا إذن ما زلنا معكم مع حل معادلة تتضمن قيمة مطلقة في هذا الفيديو رح نحلها لكم بيانيا سبقتوا على حلتكم معادلة من هذا الشكل ولكن جبريا رح اليوم نعلمكم طريقة بسيطة جدا 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 لكيفية حل معادلة من هذا النوع بيانيا شوفوا معيها أولا لازم نذكركم أن الدرس القيمة المطلقة موجود على قناتي والتمرينات أيضا والتمرينات من الكتاب المدرسي أيضا والشيء الثاني أن الدرس القيمة المطلقة هو رهد درس القاعدة يعني قاعدة البناء تحت ثانوي وش معنتها؟ معنتها رح تقرأوا في سنة أولى ثانوي الثانية ثانوي وحتى البكالوريا حذاري درس مهم جدا جدا لازم تفهموه يعني بطريقة معمقة لأنه رح يتبعكم حتى شهدت البكالوريا إذن بالتوفيق للجميع نبدأ على بركة الله أول خطوة أتبعها في الحل البياني هو كالتالي أنني أحول من القيمة المطلقة إلى المسافة وش عندي؟ كخاصية عندي الخاصية التالية تقول أنك يكون عندي قيمة مطلقة لـ X ناقص العدد C هذه هي نفسها المسافة بين العدد C بين العدد X والعدد C هذا من الجهة إذن وبالتالي أتحصل على التالي شوفوا معي عدنا هنا القيمة المطلقة لـ X ناقص 3 تساوي 5 هذا كيف أترجمها بالمسافة؟ يعني المسافة بين X العدد X والعدد 3 يساوي العدد 5 هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أنني أمثلها على مستقيم عددي هكذا إذن نرسم مستقيم عددي إذن عاود يبدو أنه غير مستقيم إذن نحاول نجيب مستقيم هكذا يمثل الأعداد الحقيقية R إذن يمثل R تاعي هنا نقص ما النهاية إلى زيد ما النهاية طبعا المنتصف تاعه هو العدد السفر وش راح ندير؟ أول خطوة راح أضع العدد تاعي ثلاثة أين يقع؟ نقسم إلى وحدات متقايسة هكذا ومن جهة هذه إذن أقول لكم ندير إلى وحدات متقايسة هكذا إذن هنا واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هنا ثمانية ولا غير ذلك هنا نقص واحد نقص ثلاثة نقص أربعة إلى غير ذلك إذن قلت أول خطوة راح أضع العدد ثلاثة في هذا المكان إذن أحتذر نعود إذن هكذا مستقيم تاعي إذن قلت ثلاثة راح يكون في هذا المكان ثم الخطوة التي تليها إذن تقول المسافة بين إيكس للمجهول تاعي وثلاثة راح يساوي لخمسة إذن انطلاقا من خمسة وش راح ندير راح أنطلق بخمس وحدات إذن هنا بخمس وحدات وانطلاقا هذا من الجهة اليمنى على اليمين ثم على اليسار بنفس الخطوة راح نجي بخمسة خطوات إذن بخمسة خطوات يعني هنا إيكس تاعي أين يقع إذن هنا باش نلقاوا لما كان تاعي إيكس على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى وش راح ندير هنا باش نلقاوا راح ندير ثلاثة زائد خمسة دائما في هذا الاتجاه ندير ثلاثة زائد خمسة في هذا الاتجاه راح ندير ثلاثة ناقص خمسة لأنني راني في الأعداد السالبة إذن باش نلقاو إذن ندير العملية التاعي ثلاثة زائد خمسة راح تمتلي ثمانية إذن إكس تاعي يقع في هذا المكان ثم بعد ذلك على الجهة اليسرى راح يقع في المكان ثلاثة نقص خمسة يساوي إذن ماذا يساوي؟ هنا يساوي يساوي نقص نين إذن يقع في هذا المكان إذن الحلول التاعي راح تصبح التالي أس تساوي نبدأ دائما بالعدد الصغير نقص نين ثم ثمانية إذن حلول هذه المعادلة هو نقص نين ثمانية إذن أعيد الأول خطوة نضع العدد التاعي السيت تاعي على المستقيم العددي ثم أنتقل بخمسة وحدات من الجهة اليمنى ثم خمسة وحدات من الجهة اليسرى باش نلقاو الحلول هنا نأخذ العدد السيت تاعي لهو ثلاثة أضيف له الخمسة وهنا نطرح منه الخمسة هنا نلقاو نقص نين وهنا نقص ثمانية وهذه عبارة عن الحلول أتمنى فقط أن يكون واضح لجميع بهذا أكون عند نهاية هذا الفيديو تمنيتي لكم بالتوفيق سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر